النمسا تشهد موجة شديدة من الأمطار والعواصف تسبب فيضانات الداخلية ترفض 21 ألف لاجئ هذا العام 30% منهم سوريون توزيع خمسمة ضابط على النمسا لمواجهة التهديدات النووية البلمان يطلق خدمة للمساعدة في اتخاذ قرار الانتخابات النمساوية النمسا تشهد عدم من جرائم القتل والانتحار في أقل من أسبوع ووزارة البيئة تبدأ بصرف مكافأة المناخ من الثاني من سبتمبر مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم هطلت أمطار غزيرة على مناطق متعددة في النمسا وخاصة جبال الألب مما تسبب في فيضانات ألحقت أضرار جسيمة وعطلت حركة التنقل وقد تأثرت العاصمة فينا بالشكل الخاص وسجلت فينا مستويات قياسية من الأمطار بلغت 110 لترات لكل متر مربع في منطقة ديبلينغ مما أدى إلى إصابة امرأة بجروح خطيرة وأغلقت الانهيرات الأرضية طريقا جباليا يربط بين فرع الباك وتيرول مما أجبر الصائقين على استخدام طرق بديلة عبر بافاريا الألمانية كما غمرت الفيضانات شوارع ودمرت جسورا في بلدة ساند أنتون أم عرالبيعج بينما تستمر عملية التنظيف وإعادة تقييم الأضرار شهدت النمسا تراجعا كبيرا في طلبات اللجوء خلال الأشفر السبعة الأولى من عام 2024 مقنة بالعام السابق حيث قدم 1766 طلب لجوء فقط في يوليو مما يمثل انخفاضا بنسبة 68% عن يوليو 2023 كما تراجع الطلبات لما الشمل العائلي بنسبة 80% حيث انخفضت من 1300 في مارس إلى 250 في يوليو وتم رفض أو تعليق 21649 طلب لجوء 30% منهم من السوريين و38% من الأفغان بينما غادر 1629 شخصا البلاد توعية وأكد وزير الداخلية جيرت قرنة استمرار الجهود للحد من الهجرة غير الشرعية معتبرا هذا الانخفاض دافعا لمواصلة العمل الجاد تمتلك النمسا وحدة شرطية متخصصة في الحماية من الإشعاعات النووية منذ الستينيات تضم حوالي 500 ضابط موزعين على مستوى البلاد حيث يتولى كل فريق مكون من أربعة أفراد التعامل مع الحوادث النووية وتنفذ الوحدة حوالي 50 عملية سنويا تشمل التعامل مع حوادث نقل مصادر مشعة والمختبرات وحطام الأقمار الصناعية التي تحتوي على مواد خطرة وبحسب كريستوف فيولا رئيس المفتشين في فرال بيج فإن سلامة الضباط تحظى بأولوية ويتم التخطيط للعملية بدقة حيث يرتدون بدلات حماية خاصة لضمان عدم تلوثهم أثناء التعامل مع المواد أطلق البلمان النفسوي موقع فالكابينة بونكت أتي لمساعدة الناخبين في اتخاذ قراراتهم الانتخابية استعدادا للانتخابات البلمانية الوطنية المقررة في 29 سبتمبر ويوفر الموقع للناخبين إمكانية مقارنة مواقفهم الشخصية مع مواقف الأحزاب السياسية من خلال الإجابة على 25 سؤالا حول قضايا متنوعة وقد تم إعداد الأسئلة من قبل فريق خبراء في الصحافة والعلوم وجمعت إجابات الأحزاب من مصادرها الرسمية للتحقق من مصداقيتها حيث يتمتع الموقع بطريق يمتد لأكثر من 20 عاما وتم استخدامه حوالي 6 ملايين مرة أثرت السلطة النمساوية على شريك حياة الأمة التي خنقت بناتها ثم انتحرت وهو شرط يبلغ من العمر 34 عاما ميتا في مزرع بمنطقة بروك عن دالايتا في النمسا سفلة وتواصل الشرطة تحقيقاتها في الحادثة ويشتبه بأن الرجل انتحر ولا توجد حاليا صلة بين وفاته وجريمة شركته في تول وفي حادث آخر شبيه شهدت بلدة إنهين في جنوب تيرول ليلة الأحد إطلاق نار من شخص أصفر عن مقتل شخصين هم والده المسن وجرته التي حضرت للمساعدة وبعد الواقع تحصن الجاني داخل شقة لعدة ساعات قبل أن تقتحمها قوات خاصة وتتمكن من السيطرة عليه حيث تدخلت قوات الشرطة الإيطالية بحكم السيطرة المكانية تبدأ عملية تأثير في تعودات المناخ في الثاني من سبتمبر المقبل بشكل طلقائي دون الحاجة لتقديم طلب وستم تحويل التعودات مباشرة لأكثر من 90% من المستفيدين المؤهلين ووفقا لوزارة المناخ يبلغ المبلغ الأساسي هذا العام 145 يورو ومع إضافة التعودة الإكرامية بحيث يتروح المبلغ بين 145 يورو و290 وتخطط الوزارة لتنفيذ 2.1 مليون عملية تحويل يوميا ما يعني إتمام جميع التحويلات خلال الأسبوع الأول مقرنة ب300 ألف معاملة يوميا في السنة الأولى سابقا كما ستبدأ خدمات البريد في توزيع القصائم مع تقريص عددها بنسبة الثلث مما يوفر حوالي 400 ألف رسالة بريدية وكانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفجرات على هواتفكم كنت معكم أنا ريم أحمد أمسي سعيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر